من أكثر الحاجات اللي شغلت السوشل ميديا خلال الأيام اللي فاتت هي منتخب مصر واللي بيحصل في كاس الأموة الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون طبعا عايزين نقول إنه كان فيه اختلاف كبير جدا على السوشل ميديا ما بين ناس بتهاجم المدير الفني المنتخب كيروش وبتقول إنه بيعمل أخطاء كبيرة وإنه مش ده الأداء ولا المستوى اللي احنا مستنينه لكن في الوقت نفسه في ناس تانية بتقول إن البطولة مستهلة خالص وإن الفرق الأفريقية كلها باقي قوية وإن الفوز الأخير اللي حققه مصر هو خطوة مهمة عشان نتأهل الدور التالي ونفوز وطبعا أصحاب الرأي ده بيقولوا إننا شفنا في البطولة منتخبات قوية جدا زي كاتف وار وجزائر مثلا بيتعادلوا أو بيتغلبوا مع الفرق التانية المفروضة إنها متواضعة جدا في النهاية المهمة دلوقتي إننا لازم كلنا نقف وراء منتخب بلدنا وندعموا عشان يقدر يحقق نتائج إيجابية في البطولة وخصوصا إنه عندنا النهاردة ماتش مهمة جدا مع منتخب السودان وطبعا إحدا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا وبنقول يا ربي يرجعوا لينا بكاس البطولة وبكده خلصت فكرة ترانز أوف دي ويك